سأذهب إلى مراسلاتنا من القدس كريستين رينوي بينما نستعيد اتصال بعبدالله مقداد من مدينة غزة كريستين إذن القصف مستمر على القطاع الجيش الإسرائيلي يتحدث أن حتى المعارك مستمرة في غلاف قطاع غزة ضعينا في صورة لآخر التطورات كريستين نعم محمد وحتى صفرات الإنذار أيضا تدوي بشكل مستمر آخر هذه الصفرات كانت في عسقلان حيث سمعت صفرات الإنذار عند حوالي الساعة الرابعة إلى ربع أي قبل نحو 25 دقيقة دوت صفرات الإنذار في عسقلان وبالتالي هذا يشير لأن أيضا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ما زال مستمرا باتجاه إسرائيل آخر الإحصائيات الرسمية في إسرائيل تفيد أن ما لا يقل عن 300 إسرائيلي قتلوا في هذه العملية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ونحو 1600 جريح إسرائيلي من بينهم 300 في حال الخطر والخطر الشديد هذه آخر إحصائية والتقديرات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحتى الصحية أن العدد سوف يكون مضاعفا كون إسرائيل ما زالت منشغلة أيضا بإحصاء الخسائر جراء هذه العملية وما تصفه بالهجوم عليها وعمليا ما زال القتال أيضا مستمرا آخر تحديث للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان قبل ساعتين محمد وقال أن عمليا لم تدخل كل المناطق تحت وداخل السيطرة الإسرائيلية ما زال القتال مستمرا مع عدد من المتسللين المسلحين وبالتالي لا تستطيع أن تقول إسرائيل أنها سيطرت على زمام الأمور في الأراضي الإسرائيلية وأيضا نشير لأن الجيش الإسرائيلي خلال هذه الليلة أعلن منطقة غلاف غزة بأنها منطقة عسكرية مغلقة ومنع الدخول إليها هناك تعليمات في الجبهة الداخلية أيضا للإسرائيليين محمد هذا اليوم الأحد هو يوم شلل الدراسة بطبع الحال هي متوقفة سكان مناطق غلاف غزة عليهم البقاء في منازلهم وأيضا سكان معظم المناطق في إسرائيل عليهم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية البقاء بالقرب من الغرف المحصنة خاصة وأن صافرات الإنظار تدوي في كل مكان ليس فقط في منطقة غلاف غزة ومستطنات غلاف غزة وإنما في منطقة الوسط منطقة تل أبيب الكبرى في منطقة القدس في منطقة الجنوب النقب وبيل السبع وأيضا في منطقة الشرق عند الحدود مع الأردن أشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يبقي على إغلاق عدد من الحواجز معظم الحواجز المؤدية إلى القدس وداخل الخط الأخضر هي مغلقة تماما أيضا هناك عزل داخلي في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي عمل على إغلاق بوابات يضعها أصلا عندما داخل عدد من الأحياء والقرى والبلدات في محافظات الضفة الغربية يحاول الاحتلال الإسرائيلي سيطرة على الوضع الميداني لربما خشية من زحف فلسطيني نحو المناطق وامتداد المواجهات إلى أكثر من بؤرة وبتباط الحال سوف يفقد السيطرة ليس فقط في منطقة غلاف غزة حيث تسلل المقاومون الفلسطينيون أيضا هو يريد أن يسيطر على هذه العملية وأنه لا تصل إلى أكثر من جبهة وبالتالي يجد نفسه في عملية فقدان سيطرة بشكل كامل ولأجل